عندما تتعارض الشريعة مع القانون ايهما نطبق مقالة خطيرة لكريمة كمال بتلفت النظر ونحاول نقرأها ونعلق عليها. موضوع في منطقة الخطورة. تابعوا هذه الحلقة. هو ده موضوع الانترنان. السادة المشاهدين اهلا بكم. طبعا اتطلعت قادة الامكان على الصحافة ومن ضمن الصحفيات اللي انا بتابعهم لانها مقالتها مهمة. اه كريمة كمال في المصري يوم. كتبة قبل سياغة القوانين. بتقول بقى ايه? قادت محكمة الاسرة في سهاج. سهاج. برفض دعوة طلاق سيدة مسيحية. من زوجها الذي اعتنق الاسلام. وكانت الزوجة تطلب في الدعوة التي رفعتها امام المحكمة. تطليقها من زوجها. الذي اشهر اسلامه. تطبيقا للمادة. واحد وخمسين من لائحة الاحوال الشخصية للاخباط الارثوزوكس. وهي المعروفة باسم لائحة الثمانية وثلاثين. احنا طبعا عندنا الشريعة. كل واحد يحتكب الى شريعته. وبنانا عليه الاحوال الشخصية في لائحة للكنيسة الارثوزوكسية وفي لائحة لمسلمين. اللائحة الثمانية وثلاثين والمادة الثمانية وخمسين والتي تقضي بازا خرج احد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الامل في رجوعه. اليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الاخر. الطرف الاخر يعني سواء الزوج او الزوجة. بدلا طلبت انها مش هادت تستمر على هذه الزيجة. الزوج مرته اسلمت. او الزوجة جزها اسلم. او قلحد او اي ان كان يعني من حقا انها تطبط بالطلاق. لان طبعا احنا عارفين الكثير من الارثوزوكسية مفهاش طلاق. بس ده احد اسباب الطلاق ان الطرف الاخر غير اخطه. فيكون الطلاق استنادر لها ايضا. لماذا قدرت المحكمة برفض الدعوة? يا كريمة كمال بتسأل المحكمة ليه رفضت الدعوة? اللي هي بتستند الى اللائحة الكنسية الارثوزوكسية وقالة المادة 35 ولائحة 38. في حيثيات حكمها اشارت المحكمة الى ان اعتناق الزوج للاسلام كان سابقا على رفع الدعوة. طبعا لازم هتكون الدعوة لاحقة عن اشهار اسلام. هي بترفع الدعوة على اساس ايه ده راجل اسلام. فهي بترفع دعوة طلاق. فقالوا لا ان الزوج اعتنق الاسلام قبل رفع الدعوة وانسمى تكون الشريعة الاسلامية هي المطبقة في شأن هذه القضية. وهنا نتساءل اين المبدأ القانوني اللي هو العقد لشريعة المتعاقدين? فاذا ما كان الزوج قد تم على الشريعة الارثوزوكسية فيجب ان يتم الطلاق تبقا لها. اللي هو ابتدأوا عليه العقد. عقد الجواز كان بداية ارثوزوكسية. هنا يجب ان نؤكد ان الزوج هو من اسلم. بينما لم تسلم الزوجة. وهنا يتم فسخ الزواج طبقا للشريعة التي تم بها هذا الزواج. وليس شريعة ثنحقة بناء على تغيير دين الزوج. واللافت هنا ان المحكمة قد فصلت اسباب حكمها معضحة عن الراجح في المذهب الحنفي. يعني طبعوا على الزوجة المسيحية دي المذهب الحنفي. الذي يأخذ به في مسائل الاحوال الشخصية انه لو اسلم الزوج جنا هنا بقى للشريعة. يقول ايه المذهب الحنفي? انه لو اسلم الزوج ومرأته من اهل الكتاب بقي النكاح بينهما. ابو حنيفة بيقول يا جوز ما هو الزوجة المسيحية والمذهب الحنفي بيتيح الزواج المسلم ببسيحية. تمام? ولو ارادت المرأة الكتابية الفرقة فلابد ان يتقرر السبب الموجب لذلك. يعني بيقول المذهب الحنفي لو الزوجة اه عايزة تفرق بينها وبينجزها لازم تقول سبب لذلك. اي انه في مذهب الام ابو حنيفة لا يعتبر اسلامي الزوج في حد ذاته ضررا. على الزوجة التي تنتمي الى ديانة اخرى يوجب تطلق تطليقوها ما مش شايفين هو شايفين الاسلام ده هداية. مش ضرر. هو بالنسبة للزول المسيحية ده ضرر. وانا تساءل هنا اين تطبيق الدستور? اين المادة السالسة من الدستور? مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود? المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية. وشؤونهم الدينية. واختيار قياداتهم الروحية. اين تطبيق هذه المادة بالذات فيما يخص الاحوال الشخصية? وهل سيعول عليها في تطبيق الاحكام? ام ستظل المحاكم تحكم استنادا الى الشرع الاسلامية وحدها? المشكلة هنا ليست حالة فردية بل هي حالة نموذجية تكشف كيف تنحازل قوانين الى الرجل فيما يخص الاحوال الشخصية. فما بالك لو كانت السيدة مسيحية والرجل مسلما فهذه القوانين تنحازل الرجل فيما يخص حضانة الام المسيحية لابنائها من طريقها المسلم حيث تحرم الام تحرم الام من الحضانة في كثير من الاحيان خشية على الطفل من تعليم ديانة بخلاف ديانة والده. وكذلك الحال في قضايا المواريس حيث لا ترس الزوجة المسيحية في زوجها المسلم. المشكلة الكبرى ده كان ده في القانون ام في الشريعة اللي بتقول كلام خطير. بتقول لا ترس الزوجة المسيحية زوجها المسلم. المشكلة الكبرى هنا هي تديين الاحوال الشخصية واستخدام الشريعة الاسلامية وفقا لتصورات المؤسسات الاسلامية الرسمية كمحدد لتنظيم علاقات الزواج والحقوق المترتبة عليه حتى لو لم يكن جميع الاطراف المعينيين من المسلمين. قصة هذه السيدة التي رفضت المحكمة دعوة الطلاق التي رفعتها عنوان عن انتهاك حقوق دستورية كحرية العقيدة والمساواة وعدم التمييز ورفض اكبار احد على الاستمرار في علاقة اسرية قصرا ورغما عنهم. هناك الكثير والكثير في قضايا الاحوال الشخصية وقبل ان تضعوا القوانين استمعوا الى من يبلكون الخبرة. فيما يحدث في الواقع استمعوا الى المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة والنوع الاجتماعي استمعوا لمن يعرفون حقيقة ما يجري. المسألة ليست مجرد نصوص بل واقع صعب يعيشه الكثيرون واقع يحتاج الى تغيير حقيقي فقوانين احوال الشخصية ليست مسؤولية المؤسسات التنفيذية والتشريعية والدينية واحدها بل هي مسؤولية المجتمع. وهنا يجب دمج المجتمع المدني في حوار حقيقي وفي سياغة قوانين الاحوال الشخصية سواء تلك الخاصة بالمسلمين او تلك الخاصة بالمسيحيين اذا ما كنا جدين فعلا في تصحيح الاوضاع التي استمرت مئات السنين. طبعا دفتت النظر الى قضية في منتهى الخطوة. طبعا احنا عارفين ان القضاء اللي موجودين في المحاكم هم اما خرجين كلات الحقوق الموجودة في الجامعات المصرية او خريجي كلية الشريع والقانون الموجودة في الكليات الازارية او في الجامعات الازارية بتنوعتها اه في المحافظات اكتر طبعا من كلية الشريع القانون داخل جامعة الازار. هؤلاء وهؤلاء هم من يتخرجون ويكونوا مؤهلين ان يتصدروا منصات القضاء للحكم. اه طلاب الحقوق درسين شريعة واللي طبعا بيدرس الشريعة الاسدزة في جامعة الازهر او خرجين الازهر ويدرسوا في كليات الحقوق مادة الشريع تخصصه يكون شريعة وصول دين او دراسات اسلامية وتخصصه شريعة وحصل على المجلس والدكتوراه واصبح مدرسة ان هذه المادة يدرسها لطلاب كليات الحقوق. كليات الشريع القانون تدرس مواد شرعية اكثر من الحقوق يعني مش مجرد شريعة بيدرسوا اه طبعا بيدرسوا القانون بشكل او باخر القانون المصري او او مواد القانون اللي بتدرس في الجامعات المصرية وبيدرسوا بجنبها مش مجرد شريعة بس بيدرسوا يعني علوم اسلامية اخرى وحفظ القرآن وما شابهها ذلك وبيكون يعني اكثر اصولية من خريجي الحقوق العادي. هي حالها قدام عمر خطير جدا. يعني بعيدا عن موضوع ان الزوجة المسيحية اللي مش عايزين يطلقوها دي. بنتكلم عن القتل. وهم لما راحوا في فرج فودة مزروعة محمد الغزالي مزروعة بالذات يعني. قال لك لا قطر فرج فودة ما تقتلوش. ليه ما يتقتلوش يا مولانا? قال لك ده كافر. وهم مسلمين. ولا يقتل مسلم دي كافر. فاحنا ازاي نقتل مسلمين عشان قتل واحد كافر. من وجه تنظر يعني كلبه ما يسويش. دول يطلعوا ايه? افتئات على السلطة عزير. وده اللي قاله محمد الغزالي. قال ان هم المفروض كان حكم القتل يطبقوا الدولة. وهم اه وهم دول قتلوه. فدول يتعذروا اه بناء على انهم افتأتوا على السلطة. يعني ينفزوا حكم. المفروض كانت الدولة تنفزه. وحندخل بقى في قضية اخرى قضية اه يعني 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 دولاتي فيه مصرين كتير جدا من جاوزين اجانب. والاجانب معظم معنا ديناتهم. نعم جاوز امريكية جاوز روسية اصدقائنا كتير بدأ يعني هذا الموضوع ينتشر ما كانش موجود زمان. كان موجود زمان طبعا بس ما كانش بالكسرة دي. وما اصبحش فيه كان زمان ما فيش قبول اسري. لا دول الوقت انا اعرف اسر في الطبق المتوسطة. اولادها اللي من جاوزين اجانب. سواء روسية او سواء ايطانية وبيستضيفون في البيت عادي. لان ربما اعباء الزواج المصري بقت مكلفة. الزواج على الطريقة الاجنبية بيساعدوا بعض بيدوحيتهم مع بعض. والدنيا سهلة وبسيطة. والشاب عايز يحصل نفسه. وطبعا بنات جميلات مش يعني كده. وثقفاته بتعليباته. بيتقابلوا في السياحة بيتقابلوا في امور كثيرة جدا. وبدأ الاصر المتوسطة في مصر تقبل. ازا طبعا عندنا احنا برضو شرقيين. وزكوريين. يعني في قبول في الطبقة الوسطى في يعني في ناس اعرفهم. بيقابلوا الولد طبعا يتجوز ايه امرأة اجنبية. طبعا لا يقبلوا ان البنتي تتجوز. ان هيك ان طبعا ما يجوزش شرعا ان المسلمة تتجوز تتجوز مسيحي. بعدها موضوع عمنا نصره لقالته الخلافات الفاقية. بس عمتا بشكل او باخر ان الشعب المصري لا يقبل ان المرأة تتجوز واحد ايه اجنبي. خاصة طبعا لو كانتش عالة ديانة الاسلامية. السؤال هنا. يعني ده لو عمل صروة. الشاب ده عنده شقة عنده كذا. المراده دي ما تورسوش. تبقى اللي كلام كريمة كمال. هل ما يسمى الشريعة يعني في الاحوال الشخصية وفي المواريس بالذات. النقطة التانية ملحدين. اللي انا كما قلت وكما قال علي جد وطور علي جمعة. نتكلم على 12.5% طبعا هيك ان هو هيظل يتسجل في البطاقة مسلم وبذلك سيورس عادي. انما بقى لو راحوا للقاضي وجو بوستات هذا الشخص وان هذا الشخص طبعا فيه بعضهم بيعلم حدو رسمي وعالني. في فيديوهات او في بوستات على الفيسبوك او ما شابه. ويعني ان هو ربوبي او ان هو مش مقتنع بالديانة الاسلامية. وانها كتير جدا يعني سواء اللي بوجدين عندي على الصفحة بيقولوا تعليقات. اه فبيعلموا عن الحالهم بشكل واضح. وبعضهم طبعا شخصيات معلومة وعندوا صفحة على الفيسبوك وكلام بين ده. فانتو عايزوا ده. اه لو حد بقى جابوا بوستاته وراح لمحكمة. يقول ان ما يورسش. يعني لو ابوه ما يورسش. ولو هو مات. مراته وعيره ما يورسوش. انتخذين انت طبعا الكلام ده. منطلق الابي قصين الشرع الاسلامية. نيجع عم وضعه بقى لا يقتل مسلم بكافر والكلام ده كله. انا كنت دخلنا في منطقة خطيرة. يا جامعة لا. ما يطلق عليه الشرع الاسلامية ولا يقتل مسلم بكافر ولا يورس ولا يزفى في مدافع المسلمين. انت ممكن واحد يقول لك لا يطلع اهل القرية يقول لك مش دفنينه. مش دفنينه ليه? ده ملحد. الراجل بيعلم انه ملحد. طب احنا الوقت عندنا في مصر مفيش الا اتنين. طبعا فيه مخابر اليهود للقدامة والمئة واحدة اللي هم القراءين دول. انما الدولة بتعمل اه مدافع للمسيحيين ومدافع للمسلمين. حتى مدافع الصدقة مقسمة. اذا كان صدقة للمسيحين او المسلمين. يعني فيه مدافع صدقة جوه مدافع المسلمين. اللي هو ما عندوش يعني ايه اه مقبرة او ما شابه زلك. فيتفنوا في مدافع للصدقة الخاصة بالايه? اه بالمسلمين. ولو مسيحي يتفن في مدافع للصدقة الخاصة بالمسلمين. الدولة مش عاملة مدافع للملحدين. ده يندفن فين بقى ان شاء الله? لو طبقنا بين قوسين يعني اه والناس بقى انا راح ترحل القاضي ويتلقى والراجل اللي احطوط في التلاجة ومش دفنينه عندنا في مدافع لايه المسلمين? ده ربنا حيولع فيه في نار جهنم. احنا مدافعنا طهرة وحاجات زي كده. نعمل ايه احنا بقى ان شاء الله? نتناشر ونصف في المية. بيزيدوا. نتناشر ونصف في المية بيزيدوا. واضح دول المعلنين او نصهم على الاقل اللي بيعلم. على صفحاته. والموضوع هيزيد لاحق. ازا كان دلوقتي اه الستة في المية بيعلموا. والستة اتنين خايفين هيعلنوا بعد كده. فاحنا بنتكلم في ايه? وقضية الموارس ده قضية خطيرة جدا. واحد شقة العمره او الزوجة يعيني مش لاقي يتاكل. وجوزها مات. يقول لك لا ما تاخدش معاشه او ما تولسش. ويعلي الجوع. عشان بنقصين الشرعة اسلامية? او العكس? هو ابو مولحد وهو عايز يولس ما يولسش? انتو في ايه كده? لا مش هيفعة كده. القوانين بهذا الشكل. الجماعة دي مش شريعة اسلامية. ده اه هوى اما عباسي فرض صوتوته علينا غير دلوقتي. هم كان عايزين يعملوا بقى الكفر والزندقة ويقتلوا الناس وبتاعه ويحزبون دينيا. وكله يحارب وكله مش عارف ايه وكلام من ده. والمسلم بقى قتل الكفر يعني ارهاب للناس الموجودين على دين غير دين الاسلام. فحادي تقتل ما لكش دية. ويرجع بقى يقول لك ايه لا ده الشافع قال نص دية ده مش عارف ابو حنيف قال تلت دية ده مش عارف مين قال. كمان مش دية كاملة. كمان مش دية كاملة. وعندنا مسلا في مصر. اللي ترعز دية تقتله. فانت واحد تاجر اه مسلم بتخلي مع تاج المسيح. يا ابني انت بلكش داي يا ابني. حقتلك الصبح وادفعلك اه بدل مية جمل حدفع خمسين جمل واربعين جمل. فقل نفسك. انت مش مسلم. فعلا بنتكلم عن هوا امي وعباسي. بيدعوا ان هو شريعة دينية. عندي ربنا. وعايزين يفرضو على مجتمع حديث بهذا الشكل. ويقول لك ده ايه ده الدين وده الشريعة. لان نفوق بقى. نفوق. نفوق ونعمل قوانين مدنية. نعمل قوانين مدنية. هو طبعا زي ما قلنا ان الوقت طبعا بتسجلش فالمسلم الملحب بيظل مسجل مسلم. بس بسهولة واحد يروح يرفع عضية. ويروح اللي بقى واحد خارج شريع القانون او خارج قانون ويقول له المادة التانية من الدستور. وطبعا كان خليبه لكم ايام دستور 2012 السحونة وعنده حاجة اسمها مادة مدنية 19. المادة مدنية 19 كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية كانت شريحها. لانها كلمة هم عارفين انها مطلطة وكلام من ده. فحطي في مادة 19 ان مبادئ الشريعة الاسلامية تعني المزاهب الاصولية والفقهية المعتمدة ومعرفش ايه عند اهل السنة والجماعية خربت كده. ان كنا رسمي ها هنرجع علي مزهب حنيفة مش هنرجع علي قانون. رسمي هنرجع علي مزهب الشفعي او مالك. ونقع بقى ايه? بين القضاء شرعي. مش قانون مصري. لا. لا كده لازم نقطة من اول سطر. وفكرة ان تطلق قوانين المماريس وقوانين احاول الشخصية اه للدين او الكهانوت الديني. ويحط لنا قوانين من هذا النوع ان المسيحية مش عارفة تطلق. او ان ده ما يورسش. او ان ده ايه تقتل ما ما يتقتلش اصاده. وفي الاخر دية. او نص دية. او ربع دية. لأ. هلا كده دخلين على الاحتراب اهلي. دخلين على اه مصيبة. دخلين على اه مشكلة اجتماعية كبيرة جدا. لازم يتطبق قوانين مدنية. وان لو هنش هيشاركوا الكهانوت الديني او رجال الدين في كل واحدة الشخصية يشاركوا برأة. انما لا تطلق لهم القوانين. اه اه انا قبل كده قلت مع الزواج المدني. والزواج المدني مش ضده ده حيخالف القوانين وهو اه ايه الفرق بين المؤذون او ايه الفرق بين اه القس اللي بيعمل قداس وما بين الشهر عقاري اللي حيوسق. يروح يوسق في الشهر عقاري وبعد كده عايز يروح يعمل قداس في الكنيسة يعمل عايز يعمل اه احتفال في مسجد يعمل. انها القوانين مدنية بتحكم الكل. قوانين مدنية تحكم الكل مش مرتبطة بالفكرة بقى ايه ما يطلق عليه انها الشريعة الاسلامية زورا ومهتنا وانها قوانين من عند ربنا. لا. دي قوانين بشرية اه صنعت في زمن معين بهوى امبراطوري معين تريد ان تفرض ستوتها علينا حتى الان. موضوع خطير رفتت ايه كريمة كمال? موضوع القوانين موضوع الاحوال الشخصية القدوة للشريعة نطبق ايه? ده موضوع في منتهى الخطوط. القوانين لازم تكون قوانين على الكل. يصدرها برلمان. بعض القوانين تكون تحت اه المناقشة المجتمعية اه كما قالت الصحفية كريمة كمال. الامور ما تبقاش كده سبهلالة وتطلق للكهنوت دي. ومرة واحدة نهزر عشان نخافف ثقة لهذا الموضوع الملتبس. واحنا كنا بنكتف اه في صحيفة المقال كان فيه صفحتين للتراص. كان بيكتف فيهم 23 كاتمة بين مسيحين ومسلمين ولهم قراءة متعددة وكان اه كثير منهم اه بيتطرق لنقد التراص وامور ربما اه تصطدم بالازهر او المفاهيم اه اه الشرعية او ما شابه زي. فمرة بهزر مع احد الاصدقاء بقول له انت كده شكلك حيترفع عليك قضية ايه? كان زود العيار شوية في بعض المقالات. فقلت له انت كده شكلك حيترفع عليك قضية تفريق بينك وبين زوجتك. عيني لم عيد كده? وقال لي بجد يا سامح. قلت له ايه مش راهم يعني? قال لي اعني ازود العيار شوية عشان يرفع عليها قضية التفريق. قلت له ايه? ناو تهرب على هولندا. ايه بتطلب لجوء? قال لي لا اعرب ليه? انا راجل مصري وراجل وطني وحطبق القانون المصري. هعمل ايه? هقول لها القانون. القانون هو اللي ايه? اللي اصدر حكمه اه بالتفريق. هعمل ايه? وانا راجل وطني وحب اطبق القانون المصري. ده يعني ايه? كدعابة في وسط هزي الاجواء الملتبسة. والقوانين التي تحتاج الى نقاص. هو ده مضوع حرقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو اش هيروش طرف القناة مش مشترك. ولايك الفيديو عشان يصل للاكبر عدد من الناس. شكرا جزيلا كمية حلقات لاحقة.